قطاع النفط والغاز المحرك الاقتصادي والاجتماعي كان عنوان الامسية الرمضانية التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة عمان بهدف التعرف على النهضة الجارية في مختلف انشطة القطاع الخاص على اختلاف مستوياته وتوسيع شبكات التعاون والترابط بينه وبين القطاع العام وفق شراكة حقيقية تدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة لجنة قطاع النفط والغاز من اللجان المهمة كما تعلموا لان اغلب موارد السلطنة هي تأتي من النفط والغاز لذلك ارتأينا ان تكون باكورة اعمال الامسيات هي قطاع النفط والغاز اطروحات وتساؤلات تداولها حضور الامسية ركزت على اهمية ايجاد سلطة مركزية تعنى بمتابعة التعمين بقطاع النفط والغاز وتطوير وضرورة اقامة كلية او معاهد متخصصة لتعليم وتاهيل الشباب العماني في مجال النفط والغاز الورقة التي قدمت تطرقت الى الاسليب والافكار الجديدة المطلوبة لتفعيل عمليات التعمين في قطاع النفط والغاز ومن النقاط الرئيسية هي عمليات التدريب لان قطاع النفط والغاز قطاع متقدم وقطع مرحلة الاعداد العمانيين واصبع في مرحلة النوعية الكمية انتهينا منها الحين نبغى نرفع مستوى التدريب والتأهيل كي يتم عملية الاحلال من العمال الوافد فكرة استضافة الغرفة هذا العام في امسياتها الرمضانية للليجان القطاعية للتعمين جاءت لتكمل منظومة استراتيجية التعاون الجديدة من اجل تسليط الضو المساهمة في نقل رسالة واهداف هذه الليجان الى مجتمع الاعمال والتعريف بالجهد الذي تبذله من اجل الوصول الى نتائج وتوصيات بناءة تخدم مختلف الانشطة الاقتصادية في السلطنة اشتركوا في القناة